موسيقى اللواء الزبيدي يترأس بالعاصمة عدن اجتماعا للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي العميد طارق صالح يبحث في لندن مع أمين عام المنظمة البحرية الدولية سبل احتواء كارثة السفينة روبي مارا رئيس الوزراء يعقد عدة لقاءات في موسكو ويبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة موسيقى ومحافظ حضر موت يستعرض مع ممثلية الصحة العالمية واليونسيك أذى وإنجاز حملة التحصين ويضع كتلة حضر موت البرلمانية أمام الأوضاع العامة بالمحافظة موسيقى القطاع السمكي بساحل حضر موت نشاط متواصل ونتائج تذكر أينما كنتم مشاهدين الكرام طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من قناة عاد بعت رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية التهنيئة إلى الرئيس تماش شويوك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية المجرى الصديقة وأعرب الرئيس العليمي باسمه وعضاء المجلس والحكوم عن خالص تهنيه للرئيس شويوك وتمنيات له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية وللحكومة والشعب المجري الصديق مزيدا من التقدم والنمى ترأس اللواء دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الاجتماع الدوري للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة حتن وخلال الاجتماع حتى اللواء الزبيدي ورؤساء الدوائر ونوابهم على مضاعفة الجهود وحجد الطاقات ومتابعة أداء الهيئات التنفيذية بالمحافظات والمديريات وكذا الاشراف المباشر على الانشطة والبرامج والفعاليات التي تنفذها وفق الخطة المعدة من قبل الهيئات المساعدة ونوه اللواء الزبيدي إلى ضرورة التكامل بين عمل دوائر الأمانة العامة بصفتها الجهات التنفيذية في المجلس والهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة بصفتها المسؤولة عن التقطيط ورسم السياسات والمتابعة وكذا تنسيق عملها مع باقي هيئات المجلس ومركزه التخصصية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي العامي طارق صالح مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أورنيسيو في لاسيكو سبل احتواء كارثة السفينة روبمار في البحر الأحمر ومخاطرة العمليات الإرهابية وأحداث القرصنة ضد النقل البحري المدني العالمي وخلال اللقاء الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن ناقش الجانبان المخاطر المتصاعدة في البحر الأحمر جراء الهجمات المستمرة للمليشة الحثية على قطوط الشحن وكذا تأثيرها على سلامة الشحن الدولي وأسعار الاحتياجات الإنسانية التي تنقلها السفن عبر البحر الأحمر ومصالح العالم والدول المشاطئة في الأمن والاستقرار وأشدد طارق صال على ضرورة أن يطلع العالم بمسؤوليته في إنقاذ البيئة البحرية في البحر الأحمر من خطر وشيك من حال غرق سفينة روبمار المحملة بالأسمدة وما قد ينجم عن ذلك من آثار كارثية ستضر بسكان المناطق المشاطئة ومن جانب أكد أمين عام المنظمة أنهم سيواصلوا مع كافة الدول المعنية بأمن وسلامة النقل البحري ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة مع وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظات المحررة وتعزيز جهود الوزارة لتنفيذ القطط والبرامج الهادفة للارتقائه بدوره وتحسين جودة الخدمات الطبية وخلال اللقاء قدم وزير الصحة تقريرا موجزا عن الانجازات التي حققتها الوزارة في مختلف المجالات بالمحافظات المحررة وتنفيذ قططها في دعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات وفقا للقطة المعدة والإمكانات والتي حددت أولويات احتياجات كل محافظة وإلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الطبية مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الاحتياجات الكبيرة لانتشاله وتراجع المساعدات الدولية بحث رئيس الوزارة وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك في العاصمة موسكو مع رئيس مجلس الدومة فولدين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وخلال اللقاء استعرض رئيس الوزارة مع فولدين تأجي مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة الروسية وموضحا أن التعاون في القطاع الطاقة والكهرباء يمثل أولوية بالنسبة للحكومة اليمنية إلى جانب المجالات الأخرى المتمثلة بالنفط والزراعة والثروة السمكية لفتا في ذات الوقت إلى همية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين ومن جانبها أكد رئيس مجلس الدومة الروسية عمق العلاقات اليمنيات الروسية وترحيب بلاده بتعزيز التعاون مع اليمن بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك في إطار زيارته الرسمية إلى روسيا مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فلانتينا متافينكو العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجال البرلماني والاقتصادي وأجرى تبادل وجهات النظر إزاء التطورات الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها جهود استئناف العملية السياسية في اليمن وكذا التطورات في غزة وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لفتح مجال واسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والخدمية وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والنفط منوها بالدور الروسي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن وكذا السعي روسيا للمساهمة في تحقيق السلام وفي دورها أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي عن ارتياعها لنتاج هذه الزيارة مشيرة إلى أن هذه الزيارة تدفع قدما بالعلاقات الصداقة بين البلدين قام رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك بزيارة للسفارة اليمنية في العاصمة الروسية موسكو للطلاع على مستوى الأداء وسير العمل في السفارة وأشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانضباط الوظيفي وتقديم الرعاية للمواطنين وخاصة الطلاب والاهتمام بقضاياهم والسعي لحلها كما قام رئيس الوزراء بزيارة للمبنى الجديد للسفارة الذي ستنقل إليه السفارة والملحقيات الفنية والذي ستقوم دائرة الخدمات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية والمسؤول عن توفير المبانئ الدبلوماسية للسفارات وتأديرها بتأهيل المبنى واستمع لشرح من مسؤول المشروع حول ما تم إنجازه والبرنامج الزمني للانتهاء من هذا المشروع أعلنت وزارة الداخلية القبضة على خلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية ضمن مخطط إجرامي كبير في محافظة المهرة وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تمكنت بنجاح من القبضة على عشرة عناصر إرهابية كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية في أماكن متفرقة من المحافظة وأشار المصدر في بيان صحفي إلى أن عملية تتبع ورصد هذه العناصر كانت عملية نوعية ومعقدة استمرت لعدة أشهر حتى تم القبض على كافة عناصر الخلية الإرهابية يوم الأحد الماضي ووضح كذلك المصدر إن الواحدات الأمنية اضطرت إلى استخدام القوى في عملية القبض على أفراد الخلية الإرهابية بعد إطلاق النار على رجال الأمن الذين تمكنوا من تضييق الخناق على الإرهابيين وإجبارهم على الاستسلام أشهد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بالنجاح الأمني الذي حققته الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة من خلال العملية النوعية المتمثلة بالقبض على قلية مكونة من عشرة عناصر إرهابية كانت مكلفة بتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وأكد وزير الداخلية في اتصال هاتفيا أجراه مع مدير عام شرطة محافظة المهرة العميد مفتي صمودة إن ضبط قلية العناصر الإرهابية يعكس اليقضى الأمنية وروح المسئولية الوطنية التي يتحل بها منتسبي كافة الأجهزة الأمنية بالمهرة وتفانيهم وإخلاصهم في أذاء واجبهم على أكمل وجه نظمت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالعاصمة عدن ندوة النقاشية حول إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية وأشارت كلمة وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية لواء الركن عبد الماجد العامري إلى أهمية تنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الذكية ليتماشى مع متطلبات وأهداف الحكومة بالمجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية في البلاد أعربت وزارة الاتصال وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن عن إذانتها واستنكارها بشدة استهداف الماليشة الحوثية لقلابية المدعومة من إيران للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي واستمرار عسكرة الماليشة الإرهابية للبحر الأحمر ومضيقة بابا منذب وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن الوزارة والمؤسسات التابعة لها السبق وانحدرت المجتمع الدولي من خطورة مثل هذه التصرفات العدائية غير المسؤولة من قبل الماليشة الحوثية مضيفة إن الماليشة الحوثية استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة ولفت البيان إلى أن أكبر مصادر التمويل للماليشة الحوثية يأتي من قطاع الاتصالات حيث تحصل هذه الماليشة على ما يقارب 2 مليار دولار سنوي من قطاع الاتصالات عقد بمدينة مأرب اجتماعا عسكريا موسعا برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة قائدة العمليات المشتركة الفريق روكندكتور صغير بن عزيزة لمناقشة الموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية والوقوف أمام التطورات الجارية المتعلقة بالجوانب العسكرية والأمنية وتطلق الاجتماع إلى مستوى جاهزية القوات المسلحة بجميع التكويناتها ومستوياتها لتنفيذ المهام الدستورية والوطنية الموكلة إليها في ظل تصعيد الميليشة الحوثية الإقلابية الإرهابية المدعومة من إيران التقى وزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد لملس فارق نادي وحدة عدن المتوج بطلا للنسخة الثانية من دور عدن الممتاز لكرة القدم وباركها لملس خلال اللقاء اللاعبين والجهاز الفني والإدارة تتويجهم بلقب دور عدن الممتاز للمرة الثانية ومؤكدا إن ذلك يعكس ما يمتلك الفريق من مواهب كاروية وإمكانيات فنية عالية وأشاد لملس بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الثانية ناقش اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مع عددا من رجال المال والأعمال والمستثمرين في العاصمة عدن الوضع الاقتصادي وأكد اللواء بن بريك على ضرورة التدليل الصعوبات التي تعترض أعمال ومشاريع التجار والمستثمرين سواء من البيروقراطية أو الجبايات غير القانونية لخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمار وتائعة الظروف المنافسة للاستقرار الاقتصادي مع اقتراب شهر رمضان المبارك ومن جانبهم استعرضت تجار عددا من العراقيل التي تواجههم في مسيرة أعمالهم وبعض المقترحات التي تسهم في معالجتي والحد منها مؤكدين زيادة أنشطتهم المجتمعية وأعمال الخير للأسر المعدمة لسيمة في شهر رمضان المبارك قدم محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك من ماضي واجب العزا في وفاة الشيخ المناضل سعيد عمر العكباري الذي انتقل إلى جوار ربه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء ونقل المحافظ تعازي القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي لأسرة وذوي الفقيد الوطن وقبيلة العكابرة خاصة وقبائل نوح عامة متقدما بأحر التعازي لأسرة الفقيد خاصة والعكابرة عامة ومشاطرتهم لهذا الحزن في هذا المصابة الألمة مشيرا إلى أن الفقيد كان من الرعيل الأول من مناضلي ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة مبتهلا إلى الله القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ناقش محافظ حضر موت الأستاذ مبخوذ مبارك من ماضي مع مدير التحسين بمنظمة الصحة العالمية باليمن الدكتور إشلوتيكا ومدير مكتب اليونسيف بمحور حضر موت الدكتورة فوزية غرامة مؤشرات أداء وإنجاز الحملة الوطنية الطارئة للتحقين ضد شلال الأطفال واستعرض اللقاء جهود منظمة الصحة العالمية واليونسيف في الإشراف على سير الحملة في عموم حضر موت وتعرف المحافظ على الخطوات القادمة لمنظمة الصحة العالمية واليونسيف خلال العام الجاري لتنفيذ الحزمة الصحية المتكاملة للمجتمعات المستهدفة من خلال توفير التغذية الصحية الإنجابية والتحسين ورعاية الأم الحاملة ومشيدا بدعم منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وتدخلاتها في القطاع الصحي بمحافظة حضر موت استقبل محافظ حضر موت عضو مجلس النواب مبقود مبارك بن ماضي بالمكلة أعضاء كتلة حضر موت البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصر وخلال اللقاء تعرض المحافظ جهود السلطة المحلية لتوفير الخدمات الأساسية في ظل الأوضاع الحالية الصعبة وغياب الموارد بسبب توقف تصدير النفط من ميناء الضب النفطي وارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ومواجهة جبهة الطالب المتزايد على الخدمات نتيجة النزوح الكبير من المحافظات الأخرى لأسباب الحرب وتوفير البيئة الأمنة والتعايش في ربوع حضر موت كما تطرق المحافظ إلى جهود حفظ الأمن وتعزيز النخبة الحضرمية والحفاظ على تماسك أبناء حضر موت وتجنيبها شر المواجهات والفتان بشنا وكيل حضر موت لشوم مدريات الوادي والصحراء عامر العامري ومعه السفير التركي باليمن السيد مصطفى بولاة بمدينة سيئون المخيم المجاني لعمليات إزالة المياه البيضاء التي تنفذه جمعية الهلال الأحمر اليمني بتمويل من منظمة الهلال الأحمر التركي وفي التدشين أشاد وكيل المحافظة بالشراكة الفعالة بين الهلال الأحمر اليمني والتركي في تنفيذ مثل هذه المشاريع ذات النفع المباشر للمواطنين ومشيرا إلى توقيع الشراكة التي تمت بين جامعة سيئون وجامعة اسطنبول متمن دعم المنظمات التركية في هذا السياق والذي يطمح الجميع إلى استمرارها وبدوره أوضح السفير التركي إن هذه المشاريع التي تدعمها منظمة الهلال الأحمر التركي تأتي في إطار السعي لرفع المعاناة عن المرضى من أبناء اليمن وتستهدف في كل مخيم على نطاق مناطق اليمن 200 حالة مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب اليمن في ظل هذه الأزمة التي تشهدها دشنا وكل محافظة حضر موت لشو مدريات الوادي والصحراء عامر العامري توزيع السلالة الغذائية الإغاثية المقدمة بدعم من لجنة العالم العربي لجمعية إحياء الثراث الإسلامي بدولة الكويت واستمع الوكيل العامري من رئيس المؤسسة الشيخ أبو بكر الهدار عن تفاصيل المشروع الذي يبلغ 550 سلة غذائية وأشار الهدار إلى استلال سيتم توزيعها على عدد من الفقراء والأكثر احتياجا في مديريات الحضر موت وذلك في إطار المساعي السنوية التي تبدلها مؤسسة الضمير مع قدوم شهر رمضان الكريم لمساعدة المستفيدين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد شهد القطاع السمكي بساحل حضر موت لعام 2023 للميلاد نقلة نوعية وتطورا منحوظا من خلال تنفيذ وإقامة مشاريع تنموية وحيوية عدة مما جعل هذا القطاع ذو أهمية كبيرة على مستوى البلاد تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير ثروة سمكية وفيرة تحظى بها محافظة حضر موت التي تملك شريطا ساحليا على البحر العربي والذي جعل القطاع السمكي ينمو يوما بعد آخر وجعل المعنيون في هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي إلى تطوير البنية التحتية والمنشآت السمكية وتحسين وزيادة النشاط في مراكز الإنزال السمكي قناة عاد أجرت لقاء خاصا مع المدير العام للهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم باب القوم لتسليط الأضواء على أوضاع القطاع السمكي بساحل حضر موت حيث أوضح المهندس باب القوم أن القطاع السمكي بمناطق ساحل حضر موت حضي خلال العام 2023 المنصر باهتمام كبير ودعم لا محدود من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي وقيادة وزارة التروة السمكية ممثلة بالوزير سالم السقطري المهندس باب القوم لفت إلى أن البنية التحتية للقطاع السمكي شاهد نقلة نوعية مضيفا بأن تم اعتماد أربعة مشاريع تنموية بدعم وتمويل من الحكومة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ويجري العمل فيها حاليا موضحا أن تلك المشاريع الأربعة التي ما يزال العمل يجري فيها تنفذ في مديريات بروم ميفع والمكلة والشحر والريدة وغصيعر طبعا هذه المشاريع يتنفذ حاليا في مديرية بروم ميفع واحد من المشاريع في مديرية المكلة واحد من المشاريع وايضا في مديرية شحر مشروع وفي مديرية الريد وقصيع المشروع هذه أربعة مشاريع جاري العمل حاليا فيها وهناك أيضا مشروع تم تنفيذه خلال العام 2023 وهو إعادة تأهيل مشروع الإنزال السمكي المشروع الرابع مراكز الإنزال السمكي في مديريات ساحل حضرموت نالت نصيبا أوفر من الدعم والاهتمام والتدخلات الدولية حيث أوضح باب القوم أنه تم اعتماد خمسة مشاريع منها حيث تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي في المشروع الرابع بمدينة المكلة وما يزال العمل جاري في أربعة مشاريع أخرى في مراكز الإنزال في مديريات الشحر والديسة الشرقية والريد وقصيعر مؤكدا أنه لأول مرة يتم في القطاع السمكي على مستوى ساحل حضرموت اعتماد وتنفيذ خمسة مشاريع نوعية في آن واحد وفي عام واحد بتكلفة إجمالية كبيرة تقدر بحوالي 11 مليون دولار هذه تسعة مشاريع تم اعتمادها وهناك أيضا مشروع وهو مركز الصادرات السمكية إجمال التمويل أو حجم التمويل كل هذه المشاريع يقارب 11 مليون دولار أمريكي وطبعا هذه لأول مرة يحصل في القطاع السمكي ونحن واثقين بأن حجم التمويلات هذه وحجم مشاريع هذه سينقل القطاع السمكي نقلة إيجابية وبخصوص مشروع المختبر المركزي لجودة الأسماك أوضح المهندس بابلغم أن القطاع السمكي سيشهد مشروع تنفيذ وإنشاء مختبر مركزي لجودة الأسماك يتبع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي مشيرا إلى أنه سيجري قريبا إنزال فريق استشاري لإعداد الخطط والتصاميم المطلوبة لإنشاء المختبر بدعم وتمويل من الحكومة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد وهناك أيضا لدينا مشروع سمكي آخر وهو إنشاء مختبر مركزي لجودة الأسماك يتبع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي لكن هذا المختبر لا زال هناك بعض الإجراءات يجب استكمالها وبعض الأمور ومن ثم سيتم إنزال فريق استشاري لإعداد التصاميم والدراسات الهندسية والبيئية الخاصة بالمشروع وهو أيضا بتمويل من الحكومة الألمانية وينفذ عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد القطاع السمكي يعد قطاعا واسعا ومتعددا ويجب أن تتدخل عقول التخطيط في وزارة الثروة السمكية وغيرها لتطوير قطاع السمكي بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن ويحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي والأمني فالقطاع السمكي لم تطرقه الأيدي الحضرمية بالصورة المرادة ولم تحقق الطموح بعد دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توزيع معدات وأجهزة طبية للمستشفيات والمراكز الصحية في ساحل حضرموت تلبية لاحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في هذه المحافظة تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير بهدف تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات الطبية دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توزيع معدات وأجهزة طبية للمستشفيات والمراكز الصحية في ساحل حضرموت وإن شاء الله تلك الأجهزة تساهم في تخفيف العبء على المستشفى بحيث تقدم الخدمة للمريض بصورة أفضل الأجهزة الطبية التي تم تقديمها عبارة عن مجموعة من الأسرة بالإضافة إلى أجهزة مراقبة علامات الحيوية للمريض وجهاز الصدمات الكهربائية مدير عام مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمهية شاد خلال التدشين بالتعاون الوثيق بين الهلال الأحمر الإماراتي ومكتب وزارة الصحة مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع المحلي وهذه خطة كبيرة وتنسيق كبير ما بين السلطة المحلية والأخوة الهلال الأحمر الإماراتي وأيضا مع وزارة الصحة في تنسيق في أي احتياج مهم جدا ونيابة عن سيطة المحافظة مع الهلال الصحة نشكر دولة الإمارات على هذا الدعم متبثل بها الأحمر الإماراتي وهو دعم سيرفض كل الأقسام هذه بالخدمات لكل مرضانا الوافدين من كل محافظات الجمهورية طبعا هذه الأجهزة التي قدمت من الهلال الأحمر الإماراتي طبعا أجهزة المستشفى كانت في أمس الحاجة لها وطبعا بتعمل نقلة نوعية كبيرة خاصة في قسم العنايات المركزة بالذات بالنسبة للأجهزة المراقبة وقهاز كذلك الامفوشن بوم هذا المشروع تستفيد منه عاش المستشفيات ومراكز صحية بساحل حضر موت وتضمنت المعدات والأجهزة التي تم توزيعها على مستشفى المكلة للأمومة والطفولة وجموعة واسعة من المعدات الطبية المتطورة بما في ذلك أجهزة تخطيط القلب وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة صدمات القلب الكهربائية ومضخات الحقن الوريدي وكشافات فحص وأجهزة شفط السوائل وأتقم وأدوات جراحية وأجهزة منظار الحنجرة وثلاجات تطعيم مخبرية وأسرة رقود كهربائية يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والتنموية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن استقبل مدير عام مكتب وزارة الزراعة والرأي بساحل حضرموت عبدالله العوب ثاني بمكتبه أسامة بن لسود مسؤول المتابعة بمكتب مركز الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية فرح حضرموت وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المركز ومكتب وزارة الزراعة والرأي بساحل حضرموت وناقش اللقاء عدد من المواضيع المختصة في الجانب الزراعي وسبل تطويره والترتيبات لإطلاق مبادرة بدرة فيما اطلع المدير العام العوب ثاني على المشاريع التي نفذها مركز الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية في الجانب الزراعي والخدمي بشكل عام وفي نفس السياق التقى عبدالله العوب ثاني المهندس محمد بن ثابت منسق مشاريع منظمة الفاو وذلك لمناقشة عدد من المشاريع التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بساحل حضرموت ومستمع منه إلى شرح مفصل حول المشاريع المنفدة والتي قيد التنفيذ من قبل المنظمة في المجال الزراعي ومجال الرأي كما أكد العوب ثاني على أهمية مثل هذه اللقاءات مع المنظمات المانحة والتي يندرج عملها في الجانب الزراعي نجحت السلطة المحلية بمدرية مدينة المكلة في تنفيذ حملة إجلاء النازحين الساكنين بممنى الانتخابات بمنطقة فوة غرب مدينة المكلة هذا وأتى تنفيذ هذه الحملة الهدفة إلى إخلاء مبنى الانتخابات من النازحين ونقلهم إلى موقع المؤقت الذي خصصه لهم من قبل السلطة المحلية ومن جانب أكد العميد عبدالله بايعشوت المدير العام لمدرية مدينة المكلة على الجهات المختصة والجهات الداعمة للحملة توفر كافة الخدمات الضرورية للموقع الجديد للنازحين وفي الشحر التابع الأستاذ عادل الباعكاب المدير العام لمديرية الشحر أعمال السفلتة للشارع البحري المقابل للكورنيش الشحر بطول واحد كيلو متر المنفذ ضمن مشروع سفلتة عشرين كيلو متر للشوارع الداخلية لمدينة الشحر ووجه المدير العام باعكاب خلال النزول الميداني للمشروع على سرعة التنفيذ مع مراعاة الجودة والمواصفات الفنية بالعمل مشددا على مكتبي الهيئة العامة للأراضي والأشغال على متابعة أعمال السفلتة للشارع والرفع بالخرائط والتمديدات للخدمات والعمل على توسيع الشارع وإزالة العوائق بما يتناسب مع الخدمات للكورنيش وشهدت مدينة المكلة افتتاح المعرض الفني التوعوي وذلك ضمن فعليات وأنشطة اسبوع النظافة والبيئة للعام الحالي وتضمن المعرض الفني التوعوي مجموعة أركان فنية توعوية مختلفة ومنها ركن الرسومات وركن خاص باستعراض صور أبرز عمال وأنشطة صندوق في مراحل التطوير وكذا أدوار كل من السلطات المحلية بالمحافظة والمدريات والجهات المعنية ذات العلاقة بما فيهما المكاتب الخدمية واستعراض صور الأنشطة الميدانية للمؤسسات المجتمعية المدنية واللجان المجتمعية والفرق والملتقيات الشبابية التطوعية أشهد محافظ المهرى محمد علي ياسر بتدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن من خلال التنفيذ وتمهيل جملة من المشاريع في مختلف المدارات المحافظة جاء ذلك خلال لقاء مع مدير مكتب البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن المهندس عبدالله باسي ليمان لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها من قبل البرنامج واحتياجات المحافظة من المشاريع وأشار بن ياسر إلى حاجة محافظة المهرى لمزيد من التدخلات من قبل البرنامج السعودي في الجوانب الخدمية وبدوره أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع إلى احتياجات محافظة المهرى وسير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها وجه محافظ شبوى عوض بن الوزير بتوفير احتياجات كهرباة المحافظة من مادة الديزل خلال شهر رمضان المبارك وأشاد محافظ شبوى خلال لقائه بإدارة الكهرباء بالمحافظة بالجهود التي تبدلها الإدارة لتحسين بيئة التوليد بالمحطة المركزية للكهرباء وتعزيز قدرات خطوط نقلها إلى كافة المديريات مجددا وقوف السلطة المحلية إلى جانب محطة الكهرباء للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه سير عملها مشددا على ضرورة متابعة مستحقات الاستهلاف وضبط عملية تحصيلها شهرية دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبد الرب هجلاء الورشة التدريبية لمتطوعات توعية النازحات والمهمشات في مخيم المضلل بمدينة عتق وتستهدف الورشة بناء قدرات عشر من المتطوعات في مجال التوعية الصحية للنازحات والمهمشات وكيفية تعرفهن بوسائل وأهداف الصحة الإنجابية ودورها في الحفاظ على الصحة الطفل والأمة وتمن الأمين العام عبد الرب هجلاء خلال الورشة المعاملة الإنسانية التي يحظى بها النازحون من القرن الإفريقي في مختلف المديريات المحافظة لافتا بتعاطف المجتمع المحلي معهم ومنوها باهتمام الجهات المقتصة بصحتهم وتلقي مختلف أنواع الرعاية والخدمات الصحية أسوة بأخوانهم من أبناء محافظة شبوى عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج اجتماعه الاعتيادي برئاسة اللواء الركن أحمد عبد الله التركي محافظة المحافظة وخلال الاجتماع شدد محافظة لحج على بدل المزيد من الجهود من قبل مدراء إدارات الوزارات الخدمية والتنموية وبما يحقق تطلعات مواطنية المحافظة مؤكدا على ضرورة بدل مؤسسة الكهرباء بالمحافظة جهود مضاعفة التواصل مع الجهات المعنية للعمل على استقرار التيار الكهربائي في المحافظة خلال فصل الصيف والذي بدوره سيسهم في استمرار الخدمات المياه وكان الاجتماع قد وقف أمام تقرير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمؤسسة العامة لكهرباء منطقة لحج استهدفت عناصر ميليشيا الحوتي موقع القوات المرابطة في جبهة ثرى بمدرية لوذر بمحافظة أبيان وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الحوتي استهدفت موقع للمقاومة في جبهة ثرى بطيران مسير وأشار المصدر لأن القصف الحوتي أسفر عن استشهاد مقاتل جندي من اللواء 115 مشاه في جبهة ثرى وإصابة شخصين آخرين قالت جماعة الحوثي إنها تجري ما وصفتها بالمفاوضات بوتيرة عالية مع المملكة العربية السعودية حول ثلاثة بنود رئيسية للتوصل لحل الإحلال السلام في اليمن جاء ذلك على لسان عضو ما يسمى المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم في تطريح لأحد القنوات حيث قال القحوم إن جماعته مستمرة في المفاوضات مع الرياضة وبوتيرة عالية وكشف البنود التي يجري التفاوض حولها وهي كما يقول خروج القوات الأجنبية ومعالجة الظروف الاقتصادية وإعادة الإعمار وتأتي هذه التصريحات في ظل تعنت متواصل للمليشة الحوثية إزاء الاتفاقيات والمبادرات التي نصت على إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن أعلنت القيادة المركزية الإمريكية إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التابعة للمليشة الحوثية في البحر الأحمر وقالت القيادة المركزية الإمريكية أن طائرات إمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف تمكنت من إسقاط خمس طائرات مسيرة هجومية حوثية كانت قد أطلقت من مناطق التابعة لجماعة الحوثي في اليمن وأكدت القيادة المركزية في بيان أن هذه الطائرات المسيرة كانت تشكل تهديدا وشيكا للسفنة التجارية والبحرية الإمريكية والسفنة التحالف في البحر الأحمر وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة وفي اليوم الخامس والأربعين بعد المئة للعدوان الإسرائيلي تركزت الغارات على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومخيط مراكز الإيواء ونسافت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية غرب خان يونس وجنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة وخصوصا للمنطقة الشرقية بينما قصبت تلك القوات مربعا سكنيا في حي الأمن بالمدينة وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة قصف مدفعي واشتباكات مسلحة هذا وأعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29954 وإصابة 7325 غالبيته من الأطفال والنساء النشر انتهت فتذكير بأبرز العناوين اللواء الزبيدي يترأس بالعاصمة عدن اجتماعا للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقادي العميد طارق صالح يبحث في لندن مع أمين عام المنظمة البحرية الدولية سوبل احتواء كارثة السفينة روبي مارا رئيس الوزراء يعقد عدة لقاءات في موسكو ويبحث العلاقات التنائية وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة ومحافظ حضر موت يستعرض مع ممثلية الصحة العالمية واليونسيف أداوة إنجاز حملة التحطين ويضع كتلة حضر موت البرلمانية أمام الأوضاع العامة بالمحافظة القطاع السمكي بساحل حضر موت نشاط متواصل ونتائج تذكر المشاهدون الأكارم في كل مكان من قناة عاد فقدمنا لحضراتكم نشر مقصلة بأهم الأنباء شكرا لكرم المتابعتكم وإلى اللقاء ولكم أطيب التحايا مني ومن فرح عمل هذه النسبة تبتم وطبق توقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر